موسيقى السلام عليكم نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يطلب دعما مباشرا من الولايات المتحدة لشن ضربات جوية محددة على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في سلط اشتباكات عنيفة في محيط قصور الضيافة ومجمع الفنادق بالمدينة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توثق مقتل واحد واربعين مدنيا جراء الأعمال العدائية في برغازي ودرنا والكفرة وتدعو إلى وقف الأعمال العدائية في البلاد عدد من النواب يبحثون في طبرق مع نظرائهم الرافضين للاتفاق السياسي عقد جلسة للتصويق على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني أهلا بكم قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في سلط قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش في مدينة سيرت وضوحيه بالتنسيق المباشر مع المجلس الرئاسي وقيادة غرفة العمليات وبالفعل فقد بدأت أولى هذه الضربات هذا اليوم على مواقع محددة في مدينة سيرت محدداء خسائر فادحة في صفوف العدو وألياتي وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في كلمة له مساء اليوم أكد أن هذه الخطوة جاءت بعد طلب قيادة غرفة عمليات البنيان المرصوص وبالتشاور مع وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطنية العمليات في هذه المرحلة تأتي في إطار زمني محدد ولن تتجاوز مدينة سيرت وضوحيها ونحن اطلبنا هذا الدعم الجوي من التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية نؤكد أنه لن يكون هناك أي تواجد عسكري قتالي على الأرض وسيقتصر أي تواجد إن أحتاج الأمر الدعم الفني والجستي فقط ونكرر من هنا رفضنا التام لتدخل أي دولة أي كانت أو محاولة انتهاك السيادة الوطنية وأن أي دعم مقدم يجب أن يكون بطلب مباشر من حكومة الوفاق الوطني ولا نسمح بأي عمل يقدم لجهات خارجة عن هذه الشرعية تحت أي مسمى حتى لو كان في إطار مكافأة تنظيم الدولة هذا وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج أن أولى الضربات بدأت اليوم مضحا أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي حتى يفي بيعوده تجاه ليبيا وأضف رئيس المجلس الرئاسي أن هذا القرار يأتي بسبب استعمال التنظيم لتقنيات وصفها بالفتاكة مجددا تأكيد عضوية ليبيا في التحالف الدولي ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وفي كلمة ألقاها اليوم جدد فيز السراج دعوته لمن لم ينضموا إلى ركب الوفاق الوطني بعد بالالتحاق من أجل إنهاء المعاناة الاقتصادية والإنسانية والأمنية في البلد على الصعيد الميداني أكد الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الخاصة العميد محمد الغصري اندلاع اشتباكات عنيفة في قصور الضيافة ومجمع الفنادق بمدينة سرت بين قوات البنيان من جهة وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من جهة ثانية وأضف الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات عملية البنيان لن تتوقف حتى تتحرر منطقة القصور بالكامل وبذلك يصبح الطريق مفتوحا أمامهم للتقدم تجاه مستشفى بن سينة والأحياء واحد واثنين وثلاثة من جهة ثانية قال عضو المكتب الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص إن قواتهم تمكنت من تدمير دبابة تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في سرت وأعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص سقوط ثلاثة شهداء أمس الأحد نتيجة الاشتباكات التي شهدتها مدينة سرت مع ما يعرف بتنظيم الدولة وأفاد المستشفى الميداني سرت التابع لعملية البنيان المرصوص بأن خمسة عشر شخصا من قوات العملية أصيبوا أمس الأحد نتيجة الاشتباكات ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة وأوضح المستشفى الميداني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المصابين الخمسة عشر هم من مدن مصرات وسبها ونمشاشية هذا وتمكنت القوات التابعة لعملية البنيان المرصوص من السيطرة بشكل كامل على حي الدولار وترضي عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من المنطقة وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص إن قواتهم تواصل تحصين تمركزاتها داخل حي الدولار أفاد مسؤول ملف الاقتصاد بسرة المكلف عبدالجليل عيادة بوجود نقص حاد في مادة الدقيق في جميع المخابز المتشرة في المناطق المحررة من سرة والتي يبلغ عددها حوالي ثمانية عشر مخبزة وأضاف عيادة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المجلس المحلي ملزم بوضع آلية عاجلة لتوفير مادة الدقيق بالتنسيق مع المطاحن يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني كانت قد منحت خلال الفترة الماضية اعتمادات لموردية الدقيق من أجل توفيره في السوق وبأسعار مناسبة وحسب موازنة الأسعار الموجودة بالمصرف أكد مدير مكتب الإعلام بالمجلس المحلي سرط محمد لميل تسيل مرتبات العاملين في الدولة من أبناء مدينة سرط عن شهر مايو بالمصارف التجارية وأضاف لميل لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه يتم حاليا الإعداد لحوافظ المرتبات عن شهر يونيو حيث سيتم تسيلها في المصارف قريبا ونوه الأميل إلى أن أغلب العاملين ينتمون لقطاع التعليم بعدد يفوق الثمانية آلاف موظف تليها كل من الداخلية والصحة بأكثر من ألفين موظف لكل منهما أعلنت باثة الأمم المتحدة في ليبيا في تقريرها عن مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال وجرح 29 أخرين بينهم ثمانية نساء جراء الأعمال العدائية المستمرة في أكثر من منطقة على التراب الديبي داعية إلى وقف هذه الأعمال فورا المزيد من التفاصيل حول هذه الأحصائية في سياق التقرير الآتي 41 شخصا ما بين قتيل وجريحة هو عدد المدنيين الذين سقطوا نتيجة الأعمال العدائية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد خلال شهر يويل الماضي بحسب إحصائية أجرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا البعثة وثقت مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال وجرح 29 آخرين بينهم ثماني نساء وبحسب البعثة فقد أدى إطلاق العيرة النارية إلى مقتل خمسة مدنيين في حين قتل ثلاثة أشخاص نتيجة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة كما قتل ثلاثة آخرون نتيجة انفجار مخلفات حربية وشخص آخر إثر ضربة جوية جغرافيا تم تزيير العدد الأكبر من الوفيات في الصفوف المدنيين بمدينة بنغازي حيث قتل خمسة أشخاص فيما قتل أربعة آخرون في درنة وثلاثة في الكفرة الإحصائية بيّنت أن الضربات الجوية على درنة من قبل الطائرات التابعة لعملية الكرامة أدت إلى مقتل مدني وإصابة تسعة آخرين على الأقل فيما حملت مجلس شورى مجاهدي درنة مسؤولية مقتل الثلاثة الآخرين أما في بنغازي فقد بيّنت المعلومات التي جمعتها البحثة الأممية أن الجماعات المسلحة التابعة لعملية الكرامة كانت مسؤولة عن مقتل شخصين على الأقل فيما لم تستطع البحثة معرفة المسؤولين عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين في بنغازي البحثة بيّنت أيضا أن هذه الإحصائية تشمل الضحايا من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء القتال والذين لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية داعية إلى الكف عن استخدام قذائف الهون والقصف الجوي غير الدقيق على المناطق المأهولة بسكان وإعدام الأسرى معتبرة ذلك جريمة حرب قال مركز السراية للإعلام الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي أن طائرات الميج التابعة لقوات حفتر شنت غارتين على منطقتين جنفودة والجوارشة اليوم وكانت طائرة حفتر وأخرى من دون الطيار قد كثفت غاراتها خلال الأيام الماضية على منطقة الجوارشة والعمارات الصينية بالتزامن مع محاولات قواتها على الأرض التقدم للسيطرة على المنطقة دان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر ما وصفها بالهجمات الإرهابية التي حصلت في الأيام الأخيرة في بنغازي وسرت وأشار كوبلر في تغريدة اللهوة على تويتر إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة هو العدو المشترك لجميع الليبيين أفد مصدر إعلامي بمدينة درنا بتعرض منطقة الظهر الحمر لغارة جوية لليوم من طائرة تابعة لحفتر دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية وأكد المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار وفت أحد قادة مجلس شورى مجاهدي درنا أحمد لحبيب وجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي قديم في منطقة الحيلة مشيرا إلى أن المدينة تعاني من نقص حاد في البنزين وغاز الطهي والخبز إلى جانب إقفال المصارف بشكل تام لعدم توفر السيولة من جهته قال سلاح الجوء تابع لغرفة عمليات عمر المختار الموالية لقوات خليفة حفتر أنه قام صباح اليوم باستهداف مخزن للذخائر بالعمارات الكورية مقابل حي السيدة خديجة بمدينة درنا وأفاد آمر مجموعة عمليات عمر المختار كمال الجبال عبر الصفحة الرسمية لعمليات عمر المختار على موقع فيسبوك بأنه تم تدمير مخزن بالكامل لأنه يقوم بتجهيز السيارات المفخخة بحسب قوله هذا وحذر آمر مجموعة عمليات عمر المختار الموالية لعملية الكرامة كمال الجبال سكان مدينة درنا وضواحيها من استخدام الساحل الممتد بين وادي الخبطة وشواطئ منطقة التميمي حفاظا على سلامتهم حسب قوله ونقلت الصفحة الرسمية لمجموعة عمليات عمر المختار على فيسبوك عن جبال قوله إن هذه المنطقات تعتبر منطقة عمليات عسكرية يمنع التجول فيها لأي غرض كان أكد عضو مجلس النواب علي التكالي أن أربعين نائبا على الأقل اتفقوا على أن الحوار السياسي ومخرجاته هو الحل لمشاكل البلاد وأضف التكالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن بعض النواب قد توجهوا إلى طبرق للتحاور مع الرافضين من الأعضاء بشأن عقد جلسة في أقرب وقت للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وللوصول إلى حل لجمود عمل مجلس النواب وبحسب عضو مجلس النواب علي التكالي فإن أربعين عضوا على الأقل قد تباحثوا السبت الماضي مع المجلس الرئاسي في ترابلس الترتيبات الأمنية وملف إعادة تصدير النفط والكهرباء والسيولة وأوضح عضو مجلس النواب علي التكالي أن المجموعة الرفضة للاتفاق السياسي داخل مجلس النواب ما زالت مصرة على موقفها وفي مدخلة بنشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الأحرار أكد أن النواب المؤيدين للاتفاق السياسي تلقوا دعوة من عدد من نظرائهم في طبرق للتباحث من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة توجه عدد من الأعضاء الدعمين للاتفاق السياسي إلى مدينة طبرق يوم عمز واليوم هم متوجودون في طبرق لعقد جلسات تشاورية مع السابق الأعضاء المجدين هناك بمحاولة الوصول إلى حلول كل الإشكاليات القائمة في الماضي ومحاولة الوصول إلى أرضية مشتركة لينعقد مجلس النواب الكثير في مدينة طبرق أشهد مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتين كوبلر بجهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتحسين الوضع المعيشي للشعب الليبي رغم الظروف الصعبة على حد قوله وأشار كوبلر في تغريدة اللهوة على حسابه في تويتر إلى أن من بين جهود المجلس الرئاسي توزيع 150 مليون دينار على المجالس البلدية وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد خصص السبت الماضي 150 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي والتي ستوزعها بدورها على البلدية قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن التدخل الخارجي في ليبيا ليس حلا لتطيرها من الجماعات الإرهابية مشددة على قدرة الليبيين على الانتصار ضد هذه الجماعات وأضفت بينوتي أن قوات البنيان المرصوص نجحت في تقليل عدد مسلحي تنظيم الدولة من 6000 مسلح إلى 600 في المواجهات التي دارت خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث استعادت أجزاء كبيرة من مدينة سرط وأوضحت بينوتي أن المستشفيات الإيطالية استقبلت عددا من جرح قوات البنيان المرصوص داعية إلى ضرورة تقديم المساعدات والدعم للمستشفيات الليبية التي تستقبل جرح تلك المواجهات شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة فتح كل الحقول والموانئ لبدء تدفق النفط مما سيساعد في الازدهار الاقتصادي والاستقرار وأكد صنع الله في لقائه نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا أن بدء تدفق النفط وعودة الشركات الأجنبية للعمل والاستثمار ستسهم في تحسن حالة المواطن الليبي كما تنول اللقاء بحث سبر التعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والغاز مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه قطاع النفط في هذه المرحلة والأثار السلبية على القطاع وعلى المستخدمين بالحقول والموانئ النفطية هذا وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله إن قرار المجلس الرئاسي بالإفراج عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة سيمكنها من رفع مستوى الانتاج وأوضح صنع الله في بيان نشرة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أن الأموال المفرجة عنها ستسمح للمؤسسة برفع الانتاج بما يزيد عن 150 ألف برميل يوميا في غضون سبوعين مشيرا إلى أن الانتاج سيزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى حوالي 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام الحالي هذا وقد رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس في بيان لها بإعلان المجلس الرئاسي بخصوص إعادة فتح موانئ رسلانوف والسدر والزويتين دون قيد أو شرط وصف السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت ترحيب المؤسسة الوطنية للنفط بفتح الموانئ بالخبر الجيد لليبيا قال ميلت في تغريدة الله عبر تويتر أن هناك فرصة حقيقية لتجاوز هذه المحنة والسماح بتدفق النفط بكل حرية أصدر رئيس الأركان العامة وتابع لمجلس النواب والحاكم العسكري للمنطقة الممتدة بين درنة وبن جواد عبد الرزاق النظوري أصدر تعليماته للقوات الجوية والبحرية تابعة لهم بمراقبة الحقول والمياه الإقليمية الليبية وأضف النظوري في تصريحات صحفية أن القوات الجوية والبحرية بدأت طلعاتها الاستطلاعية حيث ستستهدف أي ناقلة نفط تحاول الاقتراب من الموانئ دون إذن حكومة الأزمة حسب قوله وكان النظوري قد حذر ناقلة النفط بأنها ستكون هدفا مشروعا إذا ما دخلت المياه الإقليمية دون أن يكون هناك اتفاق مسبق مع المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي نشاتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل منظمة الصحة العالمية تعلن وصول شحنة للأدوية الأساسية إلى مطار لبرغ تكفي لعلاج خمسين ألف مريض وتؤكد توزيع شحنة مماثلة على المناطق الغربية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يطلب دعما مباشرا من الولايات المتحدة لشن ضربات جوية محددة على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وضواحيها واشتباكات عنيفة في محيط قصور الغيافة ومجمع الفنادق بسرط بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توثق مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح 29 أخرين جراء الأعمال العدائية في بنغازي ودرنا والكفرة وتدعو إلى وقف الأعمال العدائية في البلاد عدد من النواب يبحثون في طبرق مع نظرائهم الرافضين للاتفاق السياسي عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوحامية أهلا بكم الجديد أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول شحنة للأدوية الأساسية التي تكفي لعلاج 50 ألف مريض تقريبا إلى مطار لبرق وذلك بهدف توزيعها بالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الأزمة كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى وصول شحنة طبية مشابهة إلى مطار معتيق الأسبوع الماضي وزعت على مناطق الكفرة والسدرة والسيد خالد والجدابيا وجالو وأضافت المنظمة أنها أوصلت مساعدات علاجية لخمسة آلاف شخص لمستشفى سرط ومراكزها الصحية إضافة إلى علاجات متخصصة في الأوبئة مثل الملاريا وغيرها أعرب المركز الليبي لحرية الصحافة عن قلقه من احتجاز مجموعة مسلحة في طرابلس المصور سليم الشبل وصحفيين أخرين عملان لدى وكالات أنباء أجنبية أطالب المركز الليبي لحرية الصحافة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتحرك الفوري لإطلاق صراح الصحفيين وملاحقة المسؤولين عن احتجازهم على إثر مخاوف من ازدياد عمليات الاختطاف التي طالت صحفيين ونشطاء في مدينة ترابلس توالت ردود الفعل المحلية والدولية على مواقع التواصل الاجتماعي وأدنت في مجملها ما سمته بالتضييق على حرية الصحافة والتعبير في الأثناء كذت مصادر الصحفية إطلاق صراح مصورين اثنين يعملان لدى وكالات أجنبية فيما لا يزال المصور سليم الشبل والناشطان سليم قشوت وجمال زوبية مختطفين منذ مظاهرة يوم الجمعة الماضي في ميدان الشهداء التي كانت للمطالبة بوقف التدخل الفرنسية قناة التناصح التي أفرج عن طاقمها في نفس اليوم وذلك بعد مصادرة معداته واختطافه حملت وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مسؤولية الحادثة في غضون ذلك دع المركز الليبي لحرية الصحافة الأجهزة الأمنية في ترابلس لحماية الصحفيين والأطقم الإعلامية مطالبا بعدم التعرض إليهم على خلفية متباعة المظاهرات ودع المركز وسائل الإعلام المختلفة باتباع أسلوب مهني بعيدا عن التأجيج في تغطية الأحداث حملات التضامن والإدانات لم تتوقف ومن بينها ما عبر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر عبر حسابه على تويتر من حزن إذا أخبر فقدان الاتصال بالصحفي سليم الشبل حافن السلطات الأمنية في ترابلس إلى التحقيق لمعرفة مكان وجوده وإطلاق صراحه سليما كذلك أسف السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت على حسابه على تويتر بخصوص اختفاء الصحفي سليم الشبل محتبرا أن احترام حرية الصحفة والتعبير من دعائم الديمقراطية استمرار ظاهرة الاختطاف التي لا تفرق بين مواطن عادي أو صحفي أو غيره تزيد من المخوف المحلية والدولية خاصة مع تزامنها مع ظاهرة الإفلات من العقاب مخوف من تقييد الحريات التي ضحى من أجلها الآلاف وعاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معتيق بالعمل على حل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب في ليبيا وأكد معتيق أثناء اجتماعه بعضاء اتحاد عام طلبة ليبيا واتحادات الجامعات الليبية على اهتمام المجلس وحكومة الوفاق بمتطلبات طلاب وبالمؤسسات التعليمية والصعوبات التي تواجه سير الاتحادات وتأخر المنحة الدراسية منوها إلى أهمية تفعيل النشاطات الطلابية ودعمها رجح رئيس قسم الشؤون الفنية بدارة الامتحانات مصطفى وخيات أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع الجاري وأضفوا خيات أن الإدارة أنهت 95% من مجمل الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال إصدار النتائج مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على ربط الأوراق الاحتياطية مع بيانات الطلبة الممتحنين بتلك الأوراق والتي تم تخصيصها للطلبة النازحين من المناطق التي تشهد توترات أمنية يذكر أن عدد الطلبة الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعلامية بلغ سبعة وسبعين ألفا وثلاثة وتسعين طالبا وطالبة موزعين على ثلاثين منطقة تعليمية أعلنت لجنة رعاية موسم الحج لعام 2016 أنها ستبدأ يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري في تسفير الحجاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج وأضافت لجنة رعاية موسم الحج لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم الاتفاق مع هيئة الطيران السعودية بشأن جدول الرحلات إضافة إلى تحديد الفنادق وشركات النقل وإتمام الإجراءات المتعلقة بخدمات الحجاج الليبيين كما كلفت لجنة رعاية موسم الحج منسقي المناطق للإشراف وتنفيذ ومتابعة العمل في 12 منطقة على مستوى البلاد هذا وأكد عضو لجنة رعاية موسم الحج للعام الحالي علي المجراب أنها تعمل على ضمان خدمات متميزة للحجاج هذا العام وإن عقودا بهذا الشأن تم توقيع عليها بالفعل الاستكمال اللي مبداعه الأخوان وزمرانا في مصر عشر الحج والعمرة الاستكمال العقود اللي كبرمتها مصر عشر الحج والعمرة مع صوات الإسكان طبعا الإسكان تنادق خمس نجوم المعروفة نقوله بمنطقة أنجم يعني بمنطقة الحرم المكي يعمل واجبة الأفضار وواجبة العشاء وبالنسبة لهذا العام في تميز إن شاء الله بوسط العقود المبرم من قبل مصرح طالقا لهو مع شركة الدلاء للنقل حيث النقل الحجاج في حافلات يعني انقصصة لبعث الحج المنية ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يطلب دعما مباشرا من الولايات المتحدة لشن ضربات جوية محددة على معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وضواحيها اشتباكات عنيفة في محيط قصور الضيافة ومجمع الفنادق بمدينة سرط بعضة الأمم المتحدة في ليبيا توسق مقتل الثاني عشر شخصا على الأقل وجرح تسعة وعشرين آخرين جراء الأعمال العدائية في بنغازي ودرنة والكفرة وتدعو إلى وقف الأعمال العدائية في البلاد عدد من النواب يبحثون في طبرق مع نظرائهم الرافضين للاتفاق السياسي عقد جلسة بالتسيط على منح الثقة لحكومة الوفاق وطرق دمت في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة